موسيقى موسيقى مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج اللقاء على قناة الرأي نستضيف اليوم النائب السابق في مجلس 2020 النائب مساعد العارضي مساك الله بالخير بسعود مساك الله بالنور وخي خليفة حياك الله والأمانة أنا سعيد اليوم أني طالع معاكم وبنفس الوقت أعتذر عن الشيء الذي صار في وقت الانتخابات وكان لي حلقة ولكن بسبب ضيق الوقت والدوين والزحمة ما طلعت بسعود أنت صاحب تجربة فريدة للأمانة يعني على قصر المدة مساعد العارضي أخذ مسارين مسارين مختلفين عن بعض مسار في التصعيد ومسار ناحية الحوار والتهديئة والتفاهمات مع الحكومة شون نقدر نفسر تجربة مساعد العارضي في مجلس 2020 أخوي خليفة صحيح هنا ناس ما اتفضلت أنا أخذت مسارين ولكن هو الطريق الصحيح لعمل أي نائب ليش أنا اخترت المسار الأول للتصعيد وليش اخترت المسار الثاني للحوار بداية مجلس 2020 ممكن أنا النائب الوحيد الذي دخلت المجلس لا أملك أي علاقات مع النواب الموجودين داخل أنا إنسان كنت أشتغل أول في سفارات الكويت بره خمس ساعة سنة رديت من السفارات نزلت انتخابات نجحت دخلت المجلس ما عرف إلا الدستور اللي أنا أقسمت على احترامه بعد ما أقسمني على هذا الدستور من المنطق أنه وفقا للمادة 98 من الدستور أنه رئيس الحكومة يقدم برنامج عمل الحكومة تفاجأنا أنه في ذاك الوقت أنه رئيس الوزراء صباح الخالد ما كان عنده برنامج عمل وكنا نحمل أولويات طالعين فيها من الانتخابات كغضايا لنا عرضنا على الغضايا هذه على رئيس الوزراء من ضمنها كان أهم قضية كانت بالنسبة لي في ذاك الوقت اللي هي قضية العفو فالرجل ما كان متعاون فيها طلبنا مننا أن نحط برنامج عمل حط الغضية هذه من ضمن برنامج عمل الرجل ما تعاون معنا نتعاون إياه على أي أساس اتجهنا إلى مسار التصعيد يمكن أنا الوحيد اللي قدمت لأول استجواب في غضية العفو خلال شهر من عمر النيابي قدمت استجواب لرئيس الوزراء عشان قضية حل قضية ما قدمت استجواب أبحث فيه عن بطولات قدمت الاستجواب يخص قضية الرجل بعد ما قدمنا الاستجوابات هذه له في جلسة الثلاثين ثلاثة قدم بما يسمى المزمع الرجل بده أن يزيد ويتجاوز على الدستور من قدم الوزمع اللي هو المقصود تحصينه في الاستجوابات الحالية والاستجوابات المزمع تقديمها قلنا والله ما تكون فيه جلسة إلا بعد ما تصعد إنك رئيس الوزراء المنصة وتحترم الدستور صعدنا على الجلسات عطلنا المشهد السياسي وكان تغريداتنا وكلامنا واضح لا جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة مستحيل اليوم تعقد جلسة وفيه رئيس وزراء ينتحك الدستور بالمداية صعدنا على المنصة وبعدها قعدنا على كراس الوزراء أنا قعدت على كرسية قلت والله ما تقعد على هالكرسي هذا إلا أنت تكون فوق المنصة تحترم الدستور بعد استمرار المشهد تغريبا في شهر مايو كتبنا بيان وقع عليه 31 نائب مو بس مساعد العرضي يوقع على البيان هذا 31 نائب البيان هذا وجهناه إلى أعلى سلطة في البلد حنا دائما في ندواتنا ولكل يقولها أن الإصلاح يأتي من رأس الهرم الإصلاح يأتي من رأس الهرم حنا البيان اللي قدمناه ووقعنا عليه 31 نائب وجهناه لحضرة صاحب السمو بشكل مباشر كنا نطالب من صاحب السمو التدخل لحالة الاحتقان الموجودة بين السلطتين صاحب السمو تدخل مشكورا ودعا أن يكون في حوار بين السلطتين لحل الخلاف حنا لما نقعد السلطتين مع بعض مو قاعدين حنا والله بيننا مصالح شخصية قاعدين في قضايا مختلفين عليها نبي نحلها وقضايا أنا واضحة القضايا اللي كنا مختلفين عليها كنا نطلع بالبولية ونقولها كنا نصدر بيانات ونكتبها القضايا كانت مؤلنة من الكل ما في شيء يعني احنا من تحت الطاولة حطينا احترام الدستور صغوط المزمع عفو سحب الدين العام والضرائب من الوثيقة الاقتصادية خليفة الوثيقة الاقتصادية هذه في مجلس 2016 استجبوا وزير المالية عليها مرتين حنا عرضناها في الحوار أن تسقط الضرائب ويسحب قانون الدين العام من برنامج عمل الحكومة وأن الكل يمارس الديمقراطية بالشكل الصحيح طلباتنا خطوط مع عريضة ما عندنا أي طلبات شخصية يعني أبدأ رئيس الوزراء موافقته أنه رح يحترم الدستور طبعا ما أبدأ موافقته من كيفه بناء على تعليمات من القيادة أنه احترم الدستور ورئيس المجلس كذلك تعهدنا بيحترم الدستور شنو المجال أني عشان أني أستمر في التصعيد الشيء اللي كنت أطالب فيه قدرت أني أحصل عليه حققته هل فيه مبرر أني أستمر في تصعيدي أو أني أحقق القضايا اللي كنت أنا في ندواتي الانتخابية كنت رافعها شعرات لي أني أنا وصلت له المجلس عشان أحقق القضايا اليوم أنا قدامي مسار قادر أني أحقق قضايا لهذا السبب أنا صحيح في البداية اتجهت للتصعيد ولكن لما اتجهت إلى الحوار اتجهت للحوار عشان أحقق قضايا تخص المواطنين مو قضايا تخصني أنا شخصيا فهذا السبب كان عندي مسارين في المشهد أنا صراحة سألتك السؤال لأننا اليوم نعيش حالة في المجلس الحالي وأنا أطلب أنك تقيم الوضع الحالي حكومة لا تحضر جلسات تستقيل في نواب كانوا في حالة تصعيد ثم أصبحت حالة من التباين في مجموعة تقديم مقترحات شنو الحالة اليوم شنو المساعد العرضي ماذا يرى حالة العمل السياسي الآن في مجلس عشرين واثنين وعشرين للأسف إن مجلس عشرين واثنين وعشرين اللي أنا قاعد أشوفه اليوم أنا قاعد أشوف مسرحية مسرحية كاملة الأركان امتدت من بداية من أول جلسة إلى جلسة تاريخ عشر واحد وهي جلسة إسخاط القروض جميع الشعارات اللي كانوا يتغنون فيها اليوم كلها مسحد نبتديها في جلسة الافتتاح جلسة الافتتاح وفقا للمادة سبعة وثمانين قال بعد مرور أسبوعين إذا ما كان فيه مرسوم دعوة للجلسة الافتتاحية المجلس مدعو مدعو دستور مو مدعو بكلام سعد العارضي والمادة هذه تحديدا سبعة وثمانين فسرتها المحكمة الدستورية أنها المادة هذه مادة آمرة مو مادة يعني أنها والله ممكن أن نستثنيها مادة فيها أمر أن عليك أنك تعقد الجلسة الافتتاحية لأن مدة عمر المجلس أربع سنين أنا متى أبدأ الأربع سنين بس هو كلف رئيس الحكومة وطلع يعني أنت تذكر أن استقال سيد عمار العجمي وتم عادة تكليفة مرة أخرى وتمت الدعوة يعني الدعوة تمت خلال أسبوعين بس تمت بعد الأسبوعين ما تمت خلال أسبوعين المدة المادة واضحة المجلس لازم أن نعقد خلال أسبوعين كاجتماع وليس الدعوة كاجتماع أنت لازم تجتمع خلال أسبوعين هذه المادة سبعة وثمانين حتى المحكمة الدستورية لما فسرتها قالت هذه المادة آمرة أمر أنك تنعقد طيب أنت مع أساس أنه والله يتكسب أمام الشعب غردت وأنه راح نحضر الجلسة هذا الدستور ولا نقبل أن أحد ينتهك وراح نحضر الجلسة حضرت الجلسة بعد حضوركم للجلسة رفع المطرقة طق المطرقة ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة بعد هذه الجلسة التي دعا لها رئيس الوزراء وجيتم ليش ما صقت صدقتم على المضبطة إذا كنتم صادقين أن هذه الجلسة صحيحة وكنتم صادقين أن هذا الأمر انتصار للدستور ليش ما صدقتم على المضبطة هذه الجلسة وكلكم غردتوا فيها ومدعوها بقوة الدستور مو مدعوها فقط للتكسب الإعلام ولكن اللي حصل نكون فعلا حضرت الجلسة للتكسب والتصوير وبعدها ما قدرتوا الصدقون على المضبطة مشت هالجلسة هنقول هذا أول قلط وراح التصويت على الميزانيات 23 مليار دينار يصوتون عليه بدون الأحد يقراه 23 مليار دينار أكبر ميزانية بتاريخ الكويت صوتوا عليها في المجلس هذا وما فيه أي واحد قراها خمس نواب اعترضوا على الميزانيات قال يوحنا ما شفنا شيء ما قرأنا الميزانية انتوش قاعد الصوتون عليه والمنطق والدستور واللائحة إذا كان فيه أحد النواب اعترب على أي بند من بنود الميزانية أن يصوتون على كل بند بروحه فيه خمس نواب اعترضوا على الميزانية بس ما تم تعجيل أبو سعود تعجيل الجلسة التصويت الأسبوع وصارت فيه جلسة بعدها يعني هو انتوش وين ناقش الميزانيات ناقش بنود الميزانية سمعت نائب طلع وتكلم على البنود الميزانية سمعت أحد تكلم على الميزانية انتقت المضرقة وقرروا الميزانيات وراحت واستمر الأمر قالوا حنا عندنا هدنة وفيه اتفاق بيننا وبين رئيس الوزراء ومعطينا مهلة مية يوم حنا كنا في مجلس عشرين عشرين كنا نطالب نقول على الأقل شهر بعد الحوار شوفوا اش راح نسوي كانوا يقولون استجوابا تلوى استجواب لقاية حل المجلس جلسة واحدة ما مرت طيب انتو طالبتوا في هدنة واستمر المجلس عطيتوا رئيس الوزراء أحمد النواف مية يوم تكسبتوا على القضايا الشعبية من أجل تحقيق أهداف ثانية بعد المية يوم عرضوا القانون القروض بتاريخ واعتقد اذا مااني قال طالع لا جلسة عشرين 12 عشرين 12 اول عرض لقانون القروض قبل التأجيل قبل التأجيل بجلسة عشرين 12 اذا مااني قال طالع قانون جلسة تاريخها عشرين 12 طلبت الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين للدراسة المفروض وحسب الكلام الأخوة في اللجنة المالية أنهم صوتوا وهذا القانون جاهز زين بعد ما تأجل بدنا الحكومة بتاخذ فرصتها عطوها فرصتها خلها تراجع الغانون إن شاء الله تجينا في جلسة عشر واحد حكومة جاهزة وتصوت على القانون وصلنا إلى جلسة عشر واحد عشر واحد لازمنا نوضح في أكثر من قانون على جدوى العمال ترى قانون القروض كان رقم سبعة ولكن هم قالوا فيه أكثر من قانون قدام إحنا ما نبي نقرر المداولة الثانية لشركات المدنة الإسكانية ما نبي نقرر فيه قانون للتأمينات رفع السقف الأدنى للمتقاعدين إن يكون السقف الأدنى ألف دينار فيه قانون شركة المحاصيل الزراعية فيه أعتقد قانون المسيح فيه أكثر من قانون قبل قانون شراء القروض قالوا يبا إحنا شلون رح نقر الغوانين اللي قبل قانون القروض كان بسيطة ندخل الجلسة ونقدم طلب لكم نرفع قانون القروض من رقم سبعة ونخلي رقم واحد وإذا تم مناغشة قانون القروض الحكومة تقوم وتطلب التأجيل وتصدر بها وإذا رفض المجلس التأجيل تنزح بالحكومة من الجلسة وتطلع قالوا خوش اتفاق إنه نسقط كل هالقوانين هذي خوش اتفاق قالوا يا الله تم أنا أقول لك ليش شلون أنهم كانوا عارفين السيناريو في جلسة عشرة واحد ارجع للجلسة في بند لما تسلسل في جدوى العمال الجلسة أول ما يتم هو بند الرسائل قبل بند مناغشة القوانين بند الرسائل أحد النواب قام وتكلم قال حنا عارفين اليوم السيناريو اللي الحكومة جاي فيه عارفين إذا تم مناغشة قانون القروض الحكومة راح تقدم بيان وتنسحب من الجلسة قلنا الله هذا النائب يمكن عنده ناس عرف طريقة بصورة أو ثانية المصيبة مهنية المصيبة إنه في بند الأسئلة نائب الرئيس نزل من المنصة وقال عارفين حنا اليوم من السيناريو شنو عارفين شنو السيناريو الحكومة إذا ناقشنا قانون القروض راح تقدم بيان وتنسحب من الجلسة ولازم أنتم كوزراء اليوم تمثلون الشعب ترى سبحان الله أخوي خليفة أنا والله بسعود ودي أنك تكمل لكن لازم أطلع فاصل لازم أطلع وياك فاصل ونعود لأن أنا عندي أيضا أكثر من سؤال من ناحية توجهك وهل كان هذا سلوك قبل الفاصل سنكمل الأمر هذا وبعدها أطلع فاصلك أوكي لأنه مترابط ببعض ما نردك ما نردك نائب الرئيس لما نزل قال اليوم عارفين شنو السيناريو اللي راح يتم الحكومة إذا قدموا قانون القروض راح تنسحب وانت يا اليوم الوزراء الشعبيين اللي موجودين أخوي خليفة الجلسة هذه تحديدا ترى لو ترجع لها أول جلسة بتاريخ الكويت جميع من يحضر هذه الجلسة كلهم نواب منتخبين اللي يجوي يمثلون الحكومة منتخبين نواب منتخبين اللي كان يمثل الحكومة كان بدر الملة وعمار العجمي وكلهم نواب منتخبين يعني هذه أول جلسة تمر بتاريخ الكويت بالطريقة هذه نائب الرئيس لما نزل قال تقدمون استغالاتكم مع أن المفروض إذا كان هام قوانين الشعب كان يوجه لهم كل ما يقول اسمع يا بدر الملة واسمع يا عمار العجمي إذا سحبتم اليوم من الجلسة راح نصدر فيكم بيان إنكم تخاذلتم ضد قضايا الشعب الغضايا هذه اللي في ندواتكم كنتم تكسبون عليها وانسحابكم اليوم يعتبر تخاذل راح نصدر فيكم بيان إنكم تخاذلتم وراح نقدم لكم استجواب ما نقولهم قدموا استغالتكم وفي نفس الوقت طلع نائب ثالث وتكلم قال حنا عارفين السيناريو شنو الحكومة إذا ناقشوا قانون غروض راح تقدم بيان وتنسحب يعني أنتم عارفين شنو المسرحية اللي راح تصير فيه جلسة عشر واحد كلكم عارفين شنو السيناريو شلي خلاكم تقدمون طلب إنكم ترفعون قانون القروض من رقم سبعة إلى رقم واحد أمان احنا بنسمع بعد الفاصل بس عدنا لأن صراحة طالبين مني هذا الموضوع إنه لازم نطلع فاصل ونسمع سبب اللي أنت تبتذكره زائل مشاهدين نراكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مراتنا أخرى مع ضيفنا النائب السابق مساعد العرضي بسعود أنت وقفت عند مسألة قاعد تحاول تفسر سلوك النواب في جلسة عشرة أثنين عشرة واحد عاصف وذكرت أن هي الجلسة الوحيدة في تاريخ الكويت الحضور كله منتخبي كلهم منتخبي فعلا ترجع لتاريخ الكويت السياسي ترى هذه أول جلسة بتاريخ الكويت جميع من حضر هذه الجلسة كلهم منتخبين لا نواب ولا وزراء وأقلب اللي موجود إذا ما أقول كلهم لهم رأي مسبق في خصوص القضايا الشعبية اللي معروبة كلهم تكسبوا على هذه القضايا كلهم رأي يعني ما فيهم أحد يقول والله عنده رأي جديد كلهم بيّن رأيها الأغلب اللي موجود له رأي مسبق بها القضايا هذه فأنا إحنا وقفنا بالفاصل أنا كان عندي سؤال أنت عارف اليوم أن الحكومة إذا تم مناقشة قانون سقاط الغروض رح تطلب التأجيل وترفضون التأجيل وتنسحب ليش قدمت أنك ترفع قانون القروض من رقم سابعة إلى رقم واحد ليش أنت عارف أن الحكومة رح تنسحه ليش ما صوت بالبداية على الشركات المدن الإسكانية مو في مئة ألف مواطن قاعدين تضر دورها بالإسكان مداولة ثانية لشركة المدن الإسكانية أول قانون ليش ما صوت عليه بالأول ليش ما صوت على قانون المتقاعدين رفعت السقف الأدنى لرواتب المتقاعدين ليش ما صوت على شركة المحاصل الزراعية ليش ما صوت على قانون المسيق ليش ما صوت على باقي القوانين لأن توصل إلى قانون رقم سبعة وإذا وصلت إلى قانون رقم سبعة أهم بنفس الوقت مو مسموح لك أنك تطلع لأن لا رئيس ولا نائب رئيس ولا مكتب المجلس ولا باقي النواب كلهم لهم راي مسبق بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة غير مغبول منهم أنهم يطلعون يتركون الجلسة ويستحبون منها وما نكتفي في قانون رقم سبعة لا في أربعين قانون في أربعين قانون كنت تقول جاهزة في مجلس عشرين عشرين ليش ما جبتها وادا منك كل من في القاعة كلهم منتخبين وكلهم لهم رايبها القضايا هذه ليش ما جبت الأربعين قانون وصوت عليها أنا أذكر كلامك لما كنت تقول نسهر لساعة الفجر الأولى عشان نصوت على القوانين هذه ليش ما جبت الأربعين قانون وصوت عليهم كلهم لين تنجز القضايا اللي تم الشهد الحكومة خليها تحول الجلسة لمحكمة الدستورية. والمحكمة الدستورية تقول رايها. بس أن تنسحب بهالطريقة هذه الحكومة وأن تصعد على المنصة. تصعد على المنصة. حدنا قبل كنا نصعد على المنصة عشان نعطل الجلسات. اليوم أنتم تسقطون الجلسة وتصعد على المنصة عشان صوروني. حكومة غير محترمة. لا. إذا كان فيه شيء غير محترم فهي المسرحية اللي أنتم سويتوها. والثاني يقول الاستجواب رئيس الوزراء بعد يومين. شبت الاستجواب. رئيس الوزراء اليوم مقادرين يوجهوا له سؤال. سؤال مقادرين يوجهون الرئيس الوزراء السؤال. في اجتماع مكتب المجلس حسب ما قال النواب أنها دخل عليهم وقال ما تسألوني ولا تقدموني أي استجواب. الرجل ما حصل نفسه بس عن الاستجوابات. حتى الأسئلة المزمع تقديمها قال ما تسألوني. سؤال ما تقدرين تقدموني السؤال. وتطلعون ترحون للبوفيه من البوفيه تريقون وتقاسمون الكيكة هذا عين بنته في المواني وهذا عين ولده بالإسكان وهذا عين سكرتيره في الطيران المدني وتقاسمون الكيكة اللي بينكم حتى تحقق الناس أخدتوها وتطلعون تقول والله الدولة العميقة الدولة العميقة هي من أسقطت جلسة عشر واحد قرفة التجارة هم من أسقطوا جلسة عشر واحد الفلول هم من أسقطوا جلسة عشر واحد طيور الظلام وطيور الجنة هم من أسقطوا جلسة عشر واحد أنا أسألك بالله في الجلسة عشر واحد أنت شفت أحد غير النواب نواب تداء من أحمد السعدون محمد المطير في مكتب المجلس إلى باقي النواب ما فيهم تاجر ما في شيخ بالجلسة وين طيور الظلام إلا عاد إذا أنتم كنتم تمثلون غرفة التجارة وأنتم تمثلون الفلول هل أمر ثاني ولكن من أسقط الجلسة هو فعلكم المسرحية اللي أنتم شويتوها زيبا سعود أنت ذكرت أن هذه أول جلسة تسعة واربعين منتخب منهم وزيرين صحيح شنو تفسر عدم حضور باقي الحكومة برئيسها يعني أنت حضروا فقط الوزيرين المنتخبي وبسببهم تم رفع الجلسة هل هي في رسالة سياسية لهذه الجلسة؟ هل في رسالة سياسية موجهة للبرلمان؟ نبني نتكلم بصراحة بصراحة لأن أنا توني أنتبه لفكرة التسعة واربعين منتخبين فقط وهذا تفضل هي اليوم مادة ستعش ما أجبرت أن رئيس الوزراء حضر كامل حكومة المية وستعش ما أجبرت رئيس الوزراء حضر كامل بكل حكومته حتى لو كان وزير يمثلهم واليوم الأمر ممهم حتى لو كان قلطة من أحمد النواو أنه بعث وزيرين شعبيين بالعكس هذا الشيء المهروض أنه نشكر علي أحمد النواو أنه بعثنا وزيرين شعبيين لهم أراء سابقة في جميع القضايا الموجودة بالعكس هذا المهروض أنه نشكر علينا بعثنا أنت اثنين ولهم رأي ما بعثنا وزير ممكن يتبع رأي الحكومة ويخالف الرأي ولكن المضحك في الجلسة الشيء يشدك أكثر يوم الأيام بدر الملة كان يطالب في استجواب صباح الخالد لأنه ما حضر الجلسة اليوم في جلسة عشرة واحد بدر الملة هو اللي يسحب رفيج الوزير ويقول يلا مشينا انسحاب طيب أنت فعل كنت تنهى عنه ويطالب في استجواب رئيس الوزراء بسببه شلون تسوي الدستور شل صاعد الدستور لها أكثر من مادة يعني إذا كنت وزير يحق لك وإذا ما كنت وزير ما يحق لك هذا بجلسة أنا بس أسألك وش رايك بالفعل هذا يعني هذا يوم الأيام بدر الملة كان يطالب بدر الملة كان يطالب في استجواب صباح الخالد لأنه ما حضر الجلسة اليوم بدر الملة هو اللي يروح يسحب رفيجة ثاني يقول يلا ننسحب من الجلسة نسحب من الجلسة عشان شنو عشان قضية شعبية القضية هذه لهم رأي أصلا سابق فيهم كلهم في ندواتهم لهم رأي فأنت قاعد تشوف في شيء غير المسرحية اللي قاعد تصير مرت هدنة أكثر من مئة يوم قالوا مئة يوم اليوم قريب نوصل مئتين عطني إنجاز وحيد تم إنجاز وحيد تم عرض لي أن رئيس الوزراء قام في محاسبة فاسد أصلح شيء إنجاز رئيس الوزراء الوحيد أنه زاد راتب وزاد رواتب وزراء رواتب الاستثنائية اللي طلعوها رئيس وزراء يزيد راتب ستة ألاف وزراء سادهم ستة ألاف هذا إنجاز رئيس الوزراء هذا إنجاز وحيد للمجلس ماكو أي إنجاز وحيد للمجلس إلا التعيينات اللي قاعد نشوفها حق عيالهم سكرتارياتهم في المواني وفي الإسكان وفي الطيران المدني هذا الشي اللي قاعد يطلع للعلن فما بالك الشي اللي مقاعد يطلع للعلن شنو وإنجاز الثاني نغير شعر المجلس وزاد ميزانية المجلس 2 مليون و200 ألف هذا إنجازاتهم بسعود أنا أود ديارو حق محور ثاني صراحة وهو لا علاقة في المشهد يعني راح أرد عليك في مشهد دائما يعود هو قديم وجديد بنفس الوقت هي قضية العفو عن العفو عن ما يسمى بمهجرين أو مساجين الرأي ويغاني بسعود عندما طالبت في هذه المطالب بسعود كان يطالب حق منه كنت دائما أقول أنا كنت طالب عن المواطنين المحكمين في غضايا الرأي وغضايا السياسية مو شي سري يعني أنا المقصد هل لي في قضايا محددة في مثلا جميع مواطن كان علي قضية رأي ولا قضايا سياسية كنت طالب لهم ما أنا ضد أحد أنا شوف أنت لما تتكلم اليوم أنا طالب حق منه أنا اليوم لما جيت نائب حملت بشتر عفو أنا ما حملت بشت والله شيخ ولا بشت تاجر صحيح أنه في بعض القضايا كان يخصها الشيوخ ولكن الشيوخ بينه وبين بعض أنا ما لي علاقة ما أنا ضدهم ولكن ما أنا مسؤول عنهم أني أزم مشهد عشان والله أبي عفو عن شيخ أنا مصحيح أزمت مشهد واتجهت في كل اتجاه عشان حل قضايا المواطنين وأنا أقولها معلنة شي مسري دائما أبو سعود يقولها أنا طالب في غضايا الرأي عفو عن قضايا الرأي المحكمين في غضايا الرأي وقضايا السياسية على المواطنين واستمرنا في المشهد وشفت أنت المشهد شو اللي صار يعني أنت لما دخلنا الحوار كان طلبنا واضح طلبنا في المحكمين من المواطنين وكان الكل مواثق ولكن حنا متى انقلبت عندنا الأمر انقلب عندنا الأمر لما طلع المانشيت نتم استبعاد قروب الفنطاس من العفو هنا بدأت الناس كلهم نروح صوب وصوب وصوب نحن لا علاقة نحن في الشيوخ الشيوخ بينهم وبين بعض هنا لنا علاقة بالمواطنين ما يعتبرون مواطنين بسعود مواطنين ولكن هذا عندهم مجلس الأسرة وكينهم وكيفهم أنا مرشحت نفسي مسؤول عن شيخ أنا ما حملت بشيخ ولا حملت بشي تاجر أنا دخلت المجلس حمل بشي تعفو عن مواطنين وعنهم هم ما لحلقة فيهم ولكن أنت تلاحظ حتى لما العفو صدر بعد الحوار العفو جاء بعد الحوار وصدر العفو وشفت العفو اللي صدر من حوارنا وشفت العفو الأخير اللي طلع يعني العفو اللي صدر بعد الحوار حطوا فيه النون وما يعلمون قالوا هذا عفو ناقص هذا عفو فيه وهذا عفو غير مغبول وحنا نطالب في عفو شامل ولازم يغر العفو الشامل وفي الندوات الانتخابية كانوا يطالبون في عفو شامل وفي أول جلسة سيقدمونا بس المهادنة اللي صارت والحوار السري اللي صار بينهم أجلوه لبداية دور العقادة الثانية لا هذه كلمة مهمة ما تقصد بالحوار السري حوار السري يعني غير هذا يديده أنا أول مرة أسمع بها الحوار شوف أنت اليوم كل مشهد كل مشهد سياسي في الكويت مبني على حوار ولكن في حوار معلن حوار السري هذه رأي خلني بجيك فيها بعد شوية خلني أكمل لك موضوع الفرق بين العفوين ذكرني فيها بعد شوية وراح أقولها لك أبشر بس أنت اليوم لما تتكلم على العفو اللي صدر بعد الحوار حطوا فيه النون وما يعلمون إنه والله عفو ناقص وشفنا أمس عفو صدر وحقهم والله يعنيهم ما حنا ضدهم بالعكس والله فرحاني إلا هم صدر العفو ولكن عفو صدر مشروط وما حت تكلم عنه حنا عفونا ما كان مشروط شو مشروط بسعد شوف ارجع للمواد العفو ارجع للعفو اللي صدر في وقت الحوار ارجع للمادة الثالثة وارجع للعفو اللي صدر قبل شهر ارجع للمادة الثانية وتقدر تعرضهم شوف المواد هذا كلام المراسيب مو كلامي أنا قلولي تولنا في كنت معطيهم هذا مراسيب مو كلامي طولنا يا شباب في الشاشة إذا يمكن بين الفرق بين العفوين تقصد شوف هذا على بيدي الشاشة هذا العفو اللي صدر وقت حوارنا اقرأ المادة الثالثة يخضى جميع المعفو عنهم بمجاب حكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتأخذ الجهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانة وترتيب الآثار لازم من انقضاء العقوبات صادرة بشأنها العفو بشكل نهائي بشكل نهائي انتهت العقوبات كلها اقرأ المادة الثانية في العفو الأخير اللي صدر يخضع جميع المعفو عنهم بمجاب حكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذ الجهات الاختصاص لأعتبار العفو أو التخفيض كأن لم يكن في حال ارتكاب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفية أو خفض عقوبة التي يستوفي كامل مدة العقوبة يعتبر العفو كأن لم يكن يعني ممكن بكرة واحد فيه سير لها مخالفة مرور مخالفة ترجع القضية ثاني مرة الحين يعني تقصد أن الأول لم يكن مشروط ما كان مشروط بشكل دهائي في مادة واضحة الثاني فيه شرط ممكن تخالف قانون المرور وترجع لك العقوبة محددة مفتوحة مو مضوحة فالعفو أنا أرجع وعيد وكرر لك أنا بعلن دائما أنا طالت العفو عن المواطنين المحكومين في غضايا رأي وغضايا سياسية أما غيرهم ما أنا ضده ولكن ما أنا مسؤول عنه مستحيل أني أعزم مشهد عشانه إحنا أبو سعود سنكمل لدينا أكثر من أسئلة وأعتقد هم من أسئلة تحتاج إلى وقت لكن بعد الفاصل زائل المشاهدين نراكم بعد الفاصل موسيقى 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 أساكم الله بالخير أعزاء المشاهدين عدنا مع ضيفنا أنا بسعود مساعد العرضي بسعود أنت أحد اللي طعنه في المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابية صحي وودنا نعرف طعنك بشنو بالضبط يعني وشنو تتوقع من الحكمة المحكمة الدستورية خصوصنا الكويت كلها ترامت رقبة حكم المحكمة الدستورية بالله تشوف كتوقع المحكمة الدستورية هذا الأمر عند المحكمة الدستورية لا نستطيع أن نتوقع هذه السلطة من فاصلها بروح ولها رأيها ورأيها يحترم ولكن اليوم لما تسألني عن الطعون وقبل أن أتكلم لك شنو طعني يعني طعني منظور أمامهم ولكن أنا بسعلك سؤال أنت شفت المشهد الانتخابي اللي حنا مرنا فيه طبع الكويت كلها تابعت كلها تابعت البشهد هذه أول انتخابات تمر في عهد تصحيح المسار صحيح ولا مصحيح صحيح رئيس الوزراء يحمل شعار مرحلة تصحيح المسار المفروض منه في هذه الانتخابات تحديدا أنه يراقب سير الانتخابات ويشرف عليها رئيس الوزراء يسافر فيه إجازة خاصة لمدة يومين وقت الانتخابات الأمر هذا ما علي علامات استثار بعضهم راح يقول لك مسعود دنة ترى اش اسمع المؤسسات موجودة وقاعدة تسيرها لا هذا مسؤوليته والمسؤول عن السياسة العامة للدولة واللي يحمل حكومة تحمل شعار تصحيح المسار المفروض أنه يراقب الانتخابات ويشوفها في المدارس ولكن يسافر إجازة لمدة يومين إجازة خاصة لمدة يومين يا أخي الانتخابات الخميس انتخابات الخميس انتظر بعد صلاة الجمعة بعد ما تعلن نتائج سافر الله وياك بألف سلامة ما حد رح يقول لك ليش زي بس بسعود يعني يوم ما تقدر تأخر خلني قرأة بزاوية ثانية هذه ما علي علامة استفاد لا أنا بقرأة بزاوية ثانية يمكن رئيس الحكومة ما لا أي تفسير لا يمكن رئيس الحكومة قاعد يرسل رسالة إيجابية بعدم تدخل في الانتخابات مثل السابق لذلك هو ابتعد عن المشهد الانتخابي شون تدخل أنا أقول لك إشراف أنت المسؤول عن الانتخابات أنت اليوم رئيس الحكومة الحكومة هي المسؤول عن الانتخابات الحكومة هي اللي تغيب الانتخابات شون تدخل الحكومة هي اللي قاعد تغيب الانتخابات أنت رئيسها المفروض تشرب عليها تسافر إجازة خاصة لمدة يومين يا أخي أجل تسافر يوم الجمعة هذه ما عليها علامة استفهام الحين دائما في حال استقالة الحكومة أو في حل المجلس أو في أي انتخابات ما يصدر قرار من مجلس الوزراء منع النغل والندب والتأيين في الوظائف الإشرافية كل الانتخابات وكل استقالة الحكومة ما يلفت انتباهك تعيين أخو وزير الداخلية مدير عامل الجنسية قبل الانتخابات بيومين أو بثلاثة أيام هذا الأمر ما علي علامة استفاء لما يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنع وسائل الإعلام للدخول في المدارس وإجراء المقابلات مع الناخبين أو مع المرشحين وفي اللجان هذا ما علي علامة استفاء كم انتخابات مر فيها الكويت كان تدخل وسائل الإعلام المحلية والعالمية تدخل وتجري مقابلاتها الداخل وتأخذ أراء المرشحين وتأخذ أراء من الناخبين أنا يوم من الأيام في إحدى الانتخابات نسوي معي لقاء داخل لجنة والعملية الانتخابية شقالة أول مرة بتاريخ الكويت يصدر قرار ممنوع أنه وسائل الإعلام تدخل المدارس مع أنه تم تقطية الانتخابات تم تقطية الانتخابات عطني فيديو تم أحد القنوات سوت لقاء ولا صوره لقطة حية للانتخابات للحضور والدنيا عبي ترجم تركي عني وزارة الإعلام اليوم كلنا ننتقلنا بالشفافية ونحن دولة ديمقراطية مش شفافية لماذا تمنع وسائل الإعلام تدخل وما تصور في المدارس لا تريد أن يوجد عزوف على الانتخابات هناك شيء خايفي لا تريد الإعلام تشوفها في المدارس لا يلفت في قناة الرايتر نحن دخلنا وقت عملية الفرز و تم السماح لنا بطاقة وقت الانتخابات دخلتم سويتوا لقاءات سمحوا لكم ايه ترى تم السماح لنا في ولا حد ويطلع فيه قرار ممنوع بوسائل الإعلام تدخل واجه الصحفيين يعرفوا منعهم ممنوع يغطون هذه أول الانتخابات تمروا بتاريخ الكويت لا يلفت انتباهك ترى انتخابات 2020 تقريبا الوثائق الجنسية اللي صدرت وقت الانتخابات ما تجاوزت 300 وثيقة جنسية الانتخابات هذه صدر أكثر من 3000 وثيقة جنسية يوم الانتخاب هذه ما عليها إعلام في الاستفهام كل الأمور هذه ما عليها إعلام في الاستفهام ولو بتتكلم لك في الطعن واللي شفناه حنا في اللجان أنا ما راح أتكلم لك فيه أرقام مناديبي مساعدة العرضي اترك مناديبي وشغلهم أنا صمت فترة خمس شهور ما تكلمت لأن مناديبي أنا ما بي ممكن مناديبي فيه تعاطف أرقامنا ما أنا بنعرض وطرت لين شفت المحاضر اللي قدمتها لنا المحكمة محاضر وزارة الداخلية ومحاضر وزارة العدل اللي اطلعنا عليها المحاضر اللي شفناها فيها يعني شبهات كبيرة أنا بعرض لك بعضها إذا تدخل في عقلك علمني أنا بتكلم لك يعني شوف أنا مسجلهم ترى هذا الكلام المحاضر اللي أمسجلها هذه الأرقام مو كلامي أنا هذا كلام من المحاضر اللي أنا اطلعت لها هذا هذا بناء على اطلاعنا طعنك يعتمد على هذه المطايا يعتمد على أمور هذه يعني شوف بعرض لك بعض اللي جان لجنة رقم 58 عدد من يحق له التصويت 856 ناخب في اللجنة هذه للمنطق أنها تصوت 100% حسب المحضر أن عدد الأوراق في الصندوق 856 يعني اللجنة صوتت 100% حتى في الجمهوريات مقعد تصير العملية المصيبة لما تجمع عدد أرقام المرشحين الأرقام اللي وصل على المرشحين 595 صوت وفيه 12 صوت مبطل يعني فيه فرق عندي 249 أنت اللي قاعد تقول محضرك قاعد يقول فيه 856 ورقب الصندوق جمعت أرقام المرشحين ووصل معي العدد 595 زي فيه 249 صوت وينها؟ وين راح تحكمنه؟ لجنة رقم 69 عدد من يحق له التصويت 803 عدد الأوراق في الصندوق 803 عدد المبطل 7 الأصوات اللي حصل عليها المرشحين 448 فيه فرق 348 صوت وينها؟ ليش من حسبت؟ حق منه راحت؟ لجنة رقم 92 عدد من يحق له التصويت 950 عدد الأوراق في الصندوق 956 الأوراق اللي بالصندوق أكثر من عدد من يحق له التصويت ولما جمعوا أرقام المرشحين أرقام المرشحين التوتل مهلاً 566 زي فيه فرق 381 صوت وينها؟ وين راحت لجنة 130 عدد من يحق له التصويت في هذه اللجنة 770 عدد الأوراق في الصندوق ألف شون ألف؟ الأوراق في الصندوق قاعدة تفرخ تقولون عدد من يحق له التصويت 770 شون فيه ألف ورقة في الصندوق الأصوات قاعدة تفرخ في الصندوق ما لعله تفسير هذا نجمع الأرقام اللي حصلوا عليها المرشحين 607 زي فيه فرق 382 صوت وين راحت هذه بعض اللي جان عد على الباقي اللي حسبناه تغريباً فيه أكثر من 4125 صوت مفقودة ما ندري حق منه راحت الأصوات هذه ما ندري حق منه راحت هذا الكلام ترى مو كلامي أنا مو كلام مساعد عرضي هذا كلام المحاضر أنا خدت الأرقام هذه من المحاضر المصيبة المصيبة تدري وين آخر اطلاع آخر اطلاع لنا كان فيه مفقود محظر اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة طلبت المحكمة من مجلس الأمة من وزارة الداخلية أن يزودونهم بهالمحضر هذا بعد تزويدهم اطلعنا عليه قبل سبوعين تدري المصيبة لما جينا نطلع على المحضر أن المحضر ما فيه أي رقم شو ما فيك أي رقم؟ محضر اللجنة الرئيسية اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة التي تجمع الأرقام من جميع اللجان المفروض أن هذه اللجنة هذه جميع اللجان توصلها الأرقام وتصدر بياناتها بناء على الأرقام التي جاية من اللجان المحضر بدون عدد المصوتين في الدائرة بدون عدد الأصوات المبطلة بدون نسبة الحضور أسماء المرشحين بما فيهم الفايزين بدون أرقام بدون أرقام فلان فازر فلان فازر فلان فازر زين فلان فازر الله يهنيه بس كيف رغمه محضر فاضي لا تأخذ كلامي أنا لا تقول هذا كلام مساعدة عظيم كنا هذا مساعدة ارجع تغريدة غردها بعد ما طلعنا أحد الطاعنين كان معاي الأخ بدر سيار ارجع لتغريدة قالت طلعنا اليوم على المحضر يخلو من الرقام شلون عرفت أنه فلان فازر إذا ما فيه رقم هذه المعلومات بسعود يعني مبنية على طائنك نحن لا بنأكد هذا الأمر هذا بناء على الطلاع على المحاضر على المحاضر لكن ليس كلامي أنا يبقى يبقى عندنا طبعا عندي سؤال بما يخص هذه وبنأكد أنه طبعا هذا بيد المحكمة الستورية وبيقضاءنا النزيح إن شاء الله ورح نستمر في نفس المحور بعد ما نرد من الفاصل أعزائي المشاهدين نراكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عدنا مع ضيفنا النائب السابق مساعد العارفي وبسعود احنا تكلمنا عن طائنك ومع طياد طائنك في قبل الفاصل مع اقتراب الحكم حالة الترقب اللي عايشينها المشهد السياسي شنو رأيك فيها والله نشوف والله نشوف اليوم مع اقتراب الحكم هذا الغرار بالأول والأخير ورح يرجع للغضاء ورايهم محترم سواء كان لنا ولا علينا رأي الغضاء كنا نسمع ولكن اليوم بنفس الوقت غير مقبول لأي إنسان كان من كان أنه يدخل في إجراءات المحكمة الستورية ولا أنه يحاول يوجهها يعني قبل أيام قليلة شفنا ندوه كاملة طلعت من نائب رئيس مجلس الأمة كنا نتمنى أنه يتكلم عن تعطيل الجلسات اللي حاصل ولكن طالع في ندوه يهدد القضاء ويقول تكفون لا تبطلون ويلمح أنه في حال لو أبطلتم أنه والله فيه قاضي كان فاسد وعلى غضية طيب قاضي فاسد وكان على غضية الحكومة حولته لا زالت محاكمة قائمة اليوم فيه تخاصم بين مواطنين وبين حكومة قامت في الانتخابات وفيه سلطة مستقلة تحكم بينهم ليش اليوم الكل مننا يتكلم عن الأمور هذه المفروض أنه الكل مننا يلتزم الصمت لأن تطلع نتائج هذه الطعون والنتيجة نحن غابلين فيها ندري أن قضاءنا نزيه وقضاءنا عادل وما رح يطلع مننا شيء إلا إن شاء الله أننا متوقعين أنه بيثبت حقنا بهالانتخابات ولكن المفروض أنك اليوم كنائب رئيس مجلس الأمة المفروض أنك تحافظ على المؤسسة هذه المفروض أنك أصلا تقوم أنت اللي تخاطب وزير الداخلية وتخاطب وزير العدل وتقول زوده المحكمة تأكدوا الانتخابات فيها شبهة ولا ما فيها شبهة تأكدوا من الأمور هذه المفروض أنت اللي تطالب لأن يوم من الأيام إذا تذكر أخوي خليفة في سنة سبع وستين تزوير الانتخابات ست نواب قدموا بيان واستقالة منها المجلس بسبب تزوير الانتخابات وكان بالصدفة ترى أن أحد النشاطاء السياسيين في ذاك الوقت هو رئيس المجلس الأمة الحالي أحمد السعدون ومقع معاهم البيان المفروض الدور المطلوب منهم اليوم كنواب أنهم يطالبون أصلا من وزير الداخلية وزير العدل ويبعدون عن التصريحات اتجاه المحكمة الدستورية هذه السلطة مستقلة ورايها وغرارها محترم من الكل في أطراف متخاصمين ولكن إذا كل مواطن يرفع على مواطن ثاني غضية يبرح يستخدم الندوات بطريقة هذه هذا كأنه ابتزاز اللي قاعد تشوفها كأنه ابتزاز فالأمر اللي تم هذا غير مقبول أصلا نهائيا ونحن نأكد وياك ترى أبو سعود أننا بالنهاية السلطة القضائية أنا أذكر قمنا فيها ولا أمر سوناه داخل المجلس ما كنا نصرح على أمورنا الخاصة الحين وصلنا مرحلة والله يطلعون على البودوم يصرحون على المحكمة الدستورية على الأبطال يا أخي هذا أمر إذا كان فيه خلل أكيد المحكمة ما رح تسمع بالخلل زين بوسعود هذا بيجرني على ساعة قلت جملة وقلت لي خلها بعدين لما قلت الحوار السري في حال أبطلة المحكمة وعاد مجلس 2020 هل بوسعود سيتجه مرة أخرى إلى الحوار مع السلطة وشنو كان يقصد بوسعود بالحوار السري نسأل شوف أنت اليوم لما تتكلم على الحوار الدستور اللي اليوم حنا قاعد نتكلم فيه واللي قاعد الكل رافع شعاراته على هذا الدستور طرح الدستور أساسا ما قامل بناها على حوار في المجلس التأسيسي يعني حموز زيد الخالد الله يرحبه والمجموع اللي معاه لما حاوروا الحكومة في وقتها ذاك لجنة الدستور الشيخ سعد العبد الله الله يرحمه كان بينهم حوار اختلفوا واتفقوا وطلعوا بنتيجة لأنه طلعوا هذا الدستور اللي اليوم كلنا إحنا متبسكين فيه ما فيه مجلس مر بتاريخ الكويت السياسية ما فيه اثنين يقعدون مع بعض إلا يكون بينهم حوار ولكن فيه حوارات تكون معلنة الهدف منها إصلاحي وفيه حوارات تكون سرية وشيء السري دائما يكون الهدف منه فاسد هذا يشوف الأمر بداية مجلس 2020-2022 قال لحنا فيه تفاهمات التفاهمات شني مو يعني حوار مو فيه ناس يقعدت وتحاوروا وتفاهموا ولكن تفاهموا بشكل سري شنو ننتج عنا أنا بغارر انك الحين بين الاثنين حنا في مجلس 2020 كان فيه حوار وعلننا وعلننا الطلبات احترام الدستور سقوط المزمع العاب فوق سحب الدين العام والضرائب من الوثيقة الاقتصادية وحكومة بتقدم برنامج عمل طلباتنا قالت ما ولكن في مجلس 2020 قالوا فيه 22 فيه تفاهمات لما كان الحوار حقيقي اللي قمنا فيه حنا أسقطنا المزمع والحوار الحالي لما أقول سري فاسد حصنوا رئيس الوزراء بدون لا يقدم مزمع صحيح صباح الخالد قدم المزمع ولكن وقفنا عظمة بلعوم اللي أسقطنا احمد النواف ما قدم المزمع ولكن نفذ بنود المزمع كلها فيهم أحد قادر يسأل أحمد النواف فيهم أحد قادر يسأل أحمد النواف في الحوار المعلن اللي حنا قمنا فيه في مجلس 2020 قدرنا أن نصوت على المكافأة للمتقاعدين ونعدل قانون التأمينات ونزيد المتقاعدين 20 دينار سنويا بدل ما كان القانون الأول 30 دينار كل 3 سنين ولكن في الحوار السري الفاسد اللي أنا قاعد أتكلم عليه بعد ما يطلعوا من البوفيه ويتكاسمون الكيكة شنو شفنا التأيينات المواني اللي قاعد تطلع حق عيالهم والسكرتارية وطواقمهم وقواعدهم أنت تخيل خوي خليفة إعلان المواني نازل قبل الانتخابات وفيه أكثر من 7000 مواطن مقدمين الإعلان على المواني ينتظرون هالدرجات هذه وبقدرة غادر الدرجات توزع على عيال النواب والسكرتارية أنا أتحدى الحين أنا قدامك على هوا لما صار حوارنا معلن حوارنا كان معلن وقتها أتحدى اليوم مو أحد يطلع على مساعد العرض يسوى قرار وقتل واحد براشوت أتحدى أنه يطلع على مساعد العرض قرار سواه ضد الناس أنا أتحدى حين قدام الناس حوارنا كان واضح وصريح في حوارهم السري شفنا الرواتب الاستثنائية اللي صارت حق رئيس الوزراء ووزراء وفي حوارنا المعلن شفنا زيادة تراسم البنك الاقتمان وخلينا تسع متلاف مواطن يبني بيته واليوم أول هم بدأ يسكن والباقي بس ينطر الكهرباء ويسكن هذا الفرق بين الحوار اللي حنا قمنا فيه والحوار اللي هم قاموا فيه حنا حق حوارنا كان مبني على قضايا تخص الشارع ولكن حوارهم وتفاهماتهم اللي عطوا أحمد النواف أكثر من مية يوم ما نتج عنه إلا تعيينات في الموانئ وتعيينات في الإسكان وتعيينات في الطيران المدني وهذا الشي اللي طلع للعلن فما بالك من الشي المخفي اللي ما طلع لحد الحين ما نتج عنه إلا زيادة رواتب الوزراء ورئيسهم قرار أول قرار يتخذ أن يزيد راتب رئيس الوزراء ويزيد راتب الوزراء أنا بسأل الحيث هو عنده أجار ما دفعه عنده مصاريف دروس خصوصية العيالة ما دفعه عسل يزيد راتبه والمواطن المتقاعد اللي أسقطوا جلسة عشرة واحد كانوا مفروض لكوا ترفعون السكف الأدنى من إلى ألف دينار اللي كان ينطر هالألف دينار المتقاعد مو كان أولى منكم متخلوط 6,000 الجلسة اللي حنا صوتنا عليها مكافأة المتقاعدين الثلاث مو كانت هي الأولى أنهم يحضروني وصوتون معانا عليها بدال أن زيادة 6,000 سمعت أحد تكلم على تعينات الموانئ سمعت أحد تكلم على تعينات الإسكان ولا تعينات الطيران المدني سمعت أحد تكلم على تعينات اللي قاعدة تصير في النفس الكل ساكت فما دام أن الكل ساكت فأكيد أنه في حوار فاسد سري قاعد يطلع منه الفساد هذا بوسعود طبعاً نحن تقصد الوزراء رئيس الوزراء ما زاد راتبه اللي زاد الرواتب هم الرواتب السنائية اللي بطعت الستالاف طيب بوسعود وصلنا نهاية البرنامج بس ودي أنه عندك دقيقة إذا عندك رسالة أخيرة وديك كلمة أخيرة توصلها لأخوانك المشاهدين شوف أخوي خليفة حنا للأسف اليوم البلد منهار في جميع بطاعات أنت قاعد تشوف التعليم سيء والإسكان سيء والاقتصاد سيء وكل منهار الانهيار هذا مو السبب فيه الشعب الانهيار هذا السبب واضح وحددت أنا في يوم ندوت الانتخابية قد حنا اللي دمر الكويت الصراع اللي موجود بين التاجر والشيخ حنا مشكلتنا أن الأجواء السياسية عندنا بالكويت عندنا شيخ قاعد يحارب ولد عمه عشان ياخذ مكانه ومن يوصل إلى مكان ولد عمه سوى أكثر من اللي قاعد يسويه ولد عمه وعندنا تاجر قاعد يحارب التاجر الثاني عشان ياخذ مكانه ومن يوصل مكانه سوى أكثر من اللي قاعد يسويه فاليوم أنا رساتي للنواب خلاص كفاية قلتوا هالبشوت اللي انتم متدرين فيها قلتوا هالبشوت هذه التجر مصالح الناس وأنا أقولها لهم على هوا والله أنا ماني ضد لا حكومة أحمد النواف ولا ضد أحمد النواف ولكن إذا أحمد النواف اليوم يبي قدم لكم برنامج عمل واضح في حل لجميع قضايا الناس حطوا إيدكم بيده لا تبدون على أحد ولكن إذا بيستمر في تعطيل الجلسات وتعطيل حق الأمة هذا الأمر غير مقبول وقدامنا جلسة بتاريخ سبعة ثلاثة والجلسة هذه المفروضة أنهم ينتصرون فيها للدستور الجلسة هذه لازم نتعقد حتى لو أنه يتخاذل فيها رئيس المجلس المفروض أنه نائب الرئيس يقوم بدوره ومكتب المجلس يقوم بدوره أو كبير السن يقوم بدوره لماذا نحن خايفين هذه الشعارات من السنين نقول يجب أن تعقد الجلسة ومن يجي رئيس مجلس جديد يسوي نفس اللي كان يسويه قبله طيب أنت اليوم إذا رئيس المجلس يسويه بنفس الطريقة نحن بيوم من الأيام لما سواها مرزوق الغانم دماني قلطان إن بدر المل اللي كان يمشي بكتاب طلب عزل مرزوق الغانم يمشوا في كتاب طلب عزل مكتب المجلس كامل إذا مكتب المجلس كله بيتخاذل ترحلنا لماذا نقدس الأشخاص لماذا عندنا رموز الأشخاص إذا كان فيه رمز فهو الرمز الشعب حقوقه هي اللي بنحافظ عليها بوسعود أنا يوسفني أقولك وصلنا نهاية البرنامج أنا كنت أتمنى أن ناخذ وقت زيادة بس وصلني الآن طرح ثقة من الكنترول أعزائي المشاهدين نشكر متابعتكم لبرنامج اللقاء هذا الأسبوع مع النائب السابق مساعد العرضي ونراكم أسبوع القادم مع برنامج اللقاء على قناة الرأي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة